مرحبا بكم في جامعة وولفهامتن، والتي تعد واحدة من أكبر الجامعات في المملكة المتحدة، وذات الجذور التاريخية في قلب المنطقة الصناعية لإنجلترا. منذ القرن التاسع عشر، بنت جامعة وولفهامتن علاقات قوية مع الصناعة في المنطقة، ونحن نفتخر بالتنمية الاقتصادية التي حققناها من خلال التعاون المعرفي في السنوات المائة والثمانون الماضية. كجزء من التزامنا المستمر تجاه المشاريع والابتكار، نفتخر بالحديث عن فريق RDKT المتخصص، والذين يكرسون وقتهم للبرامج التي تقدم النمو الاقتصادي من خلال التدريب على تنظيم المشاريع، تسويق البحوث، وبرامج تبادل المعرفة التي تؤدي إلى احتضان الأعمال الجديدة. كجامعة منصهرة مع الصناعة والتعاون، نلتزم بالعمل مع الحكومة الإقليمية والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي وما يترتب عليها من فوائد للمجتمع. كيف نقوم بفعل ذلك؟ نجاحنا بنقل المعرفة هو نتيجة لشراكة فريدة من نوعها بيننا نحن، جامعة وولفهامتن، وبين استثمارات القطاع الخاص وهيئات التمويل. شراكاتنا الناجحة هي شهادة على منهجنا الفعال لتحقيق النمو عن طريق التعاون الصناعي، كما تستمر سمعتنا بالتبادل المعرفي والحائزة على جائزة المعرفة هنا في المملكة المتحدة بالنمو. بدأت منظمات أخرى بإبداء اهتمامها، ولا سيامة في الخارج. ذهبت في رقنا إلى كازاخستان، حيث قمنا بمساعدة ثلاث جامعات على تطوير التكنولوجيا والبحوث في التنمية، في التحقيق والتسويق. بعد ذلك، أخذتنا علاقاتنا المثمرة إلى ناجيريا، والتي أدت إلى تعاون حاز على جوائز مع جامعة مايديغوري هنا. وفي خضم عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية، قمنا برعاية وتنمية منطقة تمكن روح المبادرة والعمل على الازدهار. بفضل القليل من المساعدة من أصدقائنا في البنك الإفريقي للتنمية وبنك الإخلاص، أنشأنا في ناجيريا مركز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع، والتي تعرف أيضاً بسيد للاختصار. الآن، ألهمنا وشاركنا 170 من رجال الأعمال والذين يمثلون 40 شركة في سيد، وقد أسهمت مشاركتهم في هذا البرنامج على تنمية أعمال متكرة في قطاعات مثل الأزياء، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات. وقد اشتذبت جهودنا في مايديغوري الشادة واسعة داخل مجتمع التعليم العالي الدولي، وكنا على قائمة المرشحين لجائزة تايم للتعليم العالي لعملنا. وفي عام 2014، حزنا على جائزة صحيفة الڭارديون لأفضل مشروع دولي في حفل توزيع جوائز الجامعات، فضلاً عن جائزة Praxis Unico Award لأفضل مشروع تعاوني دولي. ولكن هذه كانت فقط مجرد البداية. والآن، ومع نماذجنا الحائزة على العديد من الجوائز، نحن نقدر أهمية استدامة واستمرار النمو الاقتصادي في أفريقيا. وهذا هو السبب في كوننا رواد للتنمية الاقتصادية الإقليمية في منطقة الصحراء. وقد ذهبنا أيضاً إلى جمهورية الدومينيكن، وعاصمتها سانتو دومينيغو، حيث نعمل مع شركاء التعليم العالي على تحسين إشراق قطاع الأعمال المحلي، وبناء القدرات المعرفية في الشبكات التجارية الإقليمية. هناك يقوم فريقنا باستخدام خبرته الواسعة في إدارة مبادرات نقل المعرفة على توحيد الأعمال والتعليم معاً، مما يتيح للشبكات البحث والتعليم على إقامتها، والتي تساعد على توليد الممارسات الجيدة في المنطقة. استمرار مسيرتنا الناجحة. وإلى جانب أعمالنا المرموقة في الخارج، يتم استخدام مركز العلوم التابع لنا في المملكة المتحدة البريطانية لتعزيز روح المبادرة الناجحة. بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان، قمنا بإدارة ورش أعمال لمدة أربع أسابيع لقادة الأعمال التجارية المستقبليين في سلطنة عمان. وفي غضون الشهر، قام 37 من الخريجين العمانيين بتصميم وإنتاج أعمال تجارية، ثم قاموا بعرضها أمام خبراء ماليين. بعد عودتهم إلى عمان، هؤلاء القادة في طريقهم إلى النجاح في عالم الأعمال، في عملية للمساعدة على خلق مزيد من فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي ضمن منطقتهم المحلية. هل تعتقد أن بإمكاننا أن نساعدك على إنماء اقتصادك الإقليمي الخاص؟ نحن واثقون أننا نستطيع على ذلك. نحن جامعة ويلفهامتن، جامعة الفرس العالمية.